أهلا بكم مشاهدي الكرام كنا نتابع وإياكم تقرير جميل عن وادي رم وادي رم هو أجمل في الحقيقة وفي الواقع وزيارته تستحق فعلا أن الواحد يزوره ويستمتع بأوقات الفجر بأوقات العصر وأوقات الغروب أيضا في هذه المنطقة الساحرة كنا نضيف نتحدث على المياه وموضوع المياه من وين وادي رم بيأخذ مياهه لأن موضوع حديثنا الآن سيكون عن المياه والخطط الاستراتيجية لحماية المصادر المائية من التلوث وأيضا الموازنة المائية بشكل عام نحن نعرف جميعا أن الأردن يعتبر من الأوائل على اللائحة الدول التي تعاني من شحف المياه والأفقر في موضوع الموارد المائية بشكل عام على كل حال ضيفي عنده كل التفاصيل في هذا الموضوع علنا في هذا الصباح أن نبعث رسالة لكل المواطنين وكل أخواتنا السيدات وأخواننا المشاهدين الكرام والرجال أيضا فيما يتعلق بالتعامل مع المياه على أنها قضية شخصية وليست قضية بعيدة عن كل واحد فينا أن يتعامل مع المياه وكأن لديه خزان قليل من الماء فبالتالي نعمل جميعا من أجل أن نحمي مصادرنا المائية ونحمي هذه المياه التي طلب عليها أكثر من العرض وخصوصا في عنا ظروف كبيرة فيما يتعلق بالتحديات المائية نحن نعرف أن المناخ عندنا جاف لا لدينا بحر مصادر التحلية للبحر حتى الموجود عندنا في العقبة بعيدة جدا وبالتالي تكلفة مالية أيضا نحن نعرف أن الأردن هو بلد مضيافة وبالتالي لما يزيد علينا الإخوة التي لجأوا على الأردن وبالتالي هم يحتاجون إلى ماء فتصير المشاركة والمناصفة في هذه الحصة المائية القليلة ضيفي عنده تفاصيل أكثر وبتمنى إن شاء الله أنه يوضح لنا صورة الموازنة المائية لكلنا نتحملها كمواطنين فبرحب بالمهندس علي صبح مساعد الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي في وزارة المياه أهلا ومرحبا بحضرتك الله يسلمك ويسأل صباحك وصباح المشاهدين أهلا ومرحبا نحن نتحدث مهندس علي على قضية نحن نعرفها جميعا بس أحيانا نتعامل بأننا نحن مش مسؤولين كل مواطن مسؤول كل واحد في موقعه مسؤول على قضية المياه الطلب أكثر من العرض أو أكثر من الموجود مصادرنا المياه كمية المياه الموجودة في مصادرنا سواء كانت المياه الجوفية أو المياه السطحية تسلم الستي وشكرا صحيح لبرنامجكو يوم جديد لأنه بتناول دائما القضايا اللي بتهم الوطن والمواطن نعم بالنسبة للمياه مثل ما بتعرفي العمود الفقري للتنمية المستدامة في أي دولة وخاصة في الأردن بلد الأمن والأمان اللي بتجدوا بالاستثمارات فلهذا إذا ما وجد ماء لا يوجد استثمارات نعم لما نحكي عن مصادرنا إحنا مصادرنا مياه الجوفية الضخ الآمن المياه الجوفية لا يتعدى 275 مليون مثل مكعب واليوم نحن بنضخ 624 مليون مثل مكعب إذا نبتحكي عن ضعف الكمية الآمنة بنضخها لتلبيث احتياجات المياه عندما نحكي عن المياه السطحية لو عملنا حفيرة أو سد لحصاد أي نقطة مياه من العمطار لن نحصد أكثر من 500 مليون مثل مكعب اليوم عندنا سدود سعة 330 مليون مثل مكعب بالإضافة إلى وجود حفائر في المناطق الشرقية والجنوبية تتسع لحوالي 100 مليون مثل مكعب إذن إحنا من أكثر الدول اللي تهتم في الحصاد المائي لكن مثل ما بتعرفي مطرنا حوالي 8.2 بالعشر مليار متر مكعب طويل الأمد وفيه تذبذب أصلا كمان في كميات الأمطار بشكل عام بالضب لما نسمع بالرقم 8.2 بالعشر مليار بنقول كمية كبيرة جدا لكن إحنا ضمن نطاق المنطقة الجافة وشبه الجافة أكثر من 92% من هذه الأمطار تتبخر ولا نستفيد إلا بحوالي 8% هل ليش تتبخر هي طبيعة المنطقة؟ لأن طبيعة المنطقة نحن منطقة جافة الثمانية بالمية هاي حوالي 4% بتروح منها تغذية مياه جوفية وأربعة من المية بتروح في الجريان السطحي اللي تستقبل هالسدود مثل ما حكي سدودنا تستقبل حوالي 330 مليون متر مكعب عمرها ما تعدت الكمية خمسين لستين بالمية إحنا كم سد عدنا في الأردن؟ خمسة؟ إحنا عدنا عد السدود لكن عدنا عشرة هي السدود الرئيسية في المملكة اللي ساعدتها حوالي 330 متر مكعب لما تحكي ونسبة التبخر برضو في السدود عالي بالضبط لا أنا بحكي بالمطر حتى المطر هو نازل بس برضو التبخر في السدود هاي مشكلة كمان مش هيك في تبخر في نسبة تبخر في نسبة تبخر لكن إحنا يعني السدود هي في بعض السدود لا تستخدم فقط لاستقبال مياه الفيضانات بل استقبال مياه المعالجة وخلطة واستخدامها في الزراعة مباشرة فلهذا لابد من وجود سدود إنك تغطيها وتمنع التبخر عملية صعبة جدا لأنه أنت بتعملي على تغيير نوعية المياه المياه الجوفية برجع المياه الجوفية في البناطق خاصة الشمالية الآن الهبوط في سطح المية تعدى خمس أمتار سنويا هذا بسبب ارتفاع في الملوحة بسبب أنك بحاجة لطاقة إضافية لسحب هذه المياه هلأ انخفاض بالسطح المي معناته في استغلال أو استغلال جائر نعم نتيجة إيش هلأ هناك استخدامين رئيسيين للمياه الجوفية اللي هي المياه الاستخدامات الزراعية ولا الشرب الشرب احنا عارفين اننا بنستخرج أو في ضخ جائر من عبارنا لكن لابد منه لتربية احتياجات الشرب للمواطن الأوردني في الزراعة حوالي أكثر من 250 مليون متر مكعب تستخدم للزراعة وهاي لما تجتمع اثنين اللي بيعملوا الضخ جائر اللي يقدر بـ 170% من المياه الجوفية طيب هلأ يعني في ضوء هاي المعطيات وأنا يعني نعم مي في في مي نشطر ما فيش مي احنا المخزون الماء يعني طيب هلأ بموضوع الخطط الاستراتيجي اللي بتعملها وزارة المياه حتى يصير في مهندسة علي يصير في يعني احتياط يصير في ما يصيرش في عندنا مثلا نقص في المياه وبالتالي انه هاي الخطط احنا منعرف انها فيش مي 24 ساعة جاي عند المواطنين في انقطاعات وفي ضخ مثلا كل منطقة معروف يوم انضخ عندها بيكون معروف هاي واحدة من الخطط اللي انتم متخدينها حتى يصير فيه تنظيم للاستخدامات المياه او استخدام المياه بشكل عام شو الخطط الاستراتيجي الاخرى لحفظ المخزون المائي هلا بتحكي انت عن سطح المياه في المياه الجوفية في مناطق شمال عم تقل طب ما فيه تغذية لها يعني يفترض انه في كل عام فيه امطار وبالتالي فيه تغذية ست مثل ما حكيت في البداية انه التغذية طويلة المياه الجوفية تعادل 275 مليون مثل مكاعد لكن الضخ الجائر حوالي 200 بالمية الضخ من المياه الجوفية فلهذا التغذية لا تفهي بالكميات التي تم استخراجها لابد من ايجاد مصادر مائية بديلة للمياه الجوفية لانه المياه الجوفية لم تعد هي بمقدورها طيب في عندكم فكر لتفكير لموضوع البديل لانه المياه الجوفية للزرعة نعم الآن في مشاريع استراتيجية اللي هي مشروع قناة البحرين المرحلة الأولى اللي رايح تعطي حوالي 65 مليون مثل مكعب عندنا وين قناة البحرين هاي اللي هي محطة التحليف العقبة اللي رايح تحلي حوالي 65 مليون مثل مكعب عندنا مشروع استراتيجي الثاني وهو استغلال المياه العميقة اللي اسمه مشروع الشرية الحسن اللي رايح ينتج لنا حوالي 50 مليون مثل مكعب هاي مياه مش متجددة عندنا تصور كبير على التوسع في شبك المنازل في الصرف الصحي لانه هو المصدر الوحيد المؤكد بالنمو لانه ماذا موجودين بني أذمين في الصرف الصحي وهي مياه الصرف الصحي تعد إحدى ركائز المواجهة المائية في الأردن الآن احنا 2015 استخدمنا حوالي 133 مليون مثل مكعب من مياه الصرف الصحي تخلط زي الخرب السمرة يعني تبنى ومخطط لها لـ 2025 حسب الاستراتيجية مثل ما بتعرفي استراتيجيتنا اللي تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء 2016 إنه أنه 2025 يكون عنا 240 مليون متل مكعب صرف صحي يكون عنا مصادر جديدة حوالي 200 مليون متل مكعب طب هلأ يعني إحنا سمعنا عن تلوثات يعني سواء كانت في المياه الجوفية أو على صعيد المياه السطحية أيضا شو خطتكم لحماية المصادر المياه من التلوث حلما نحكي عن حماية مصادر المياه حماية المياه كما أو نوعا نوعا إلا هو التلوث اللي بحدث مثلا من بعض المصارع بحدث من تنكات النظر اللي بتكب في الوذيان عملنا تعليمات لحماية مصادر المياه التعليمات واضحة بمشاركة جميع الجهات المعنية لأنه خلينا واقعين وزارة المياه والري وحدها لن تقوم بحماية مصادر المياه فلهذا عملنا دراسة أنتكة حماية واحد واثنين وثلاث نطاق الحماية الأول مسؤولية وزارة المياه والري مباشرة نطاق الحماية الثانية طب هل التلوث هل تعتداءات مقصودة أم لا شيء غير مقصود هي متعمدة أو غير متعمدة لما أنت تحفر حفرة امتصاصية في بيتك وما تعمليها كتيمة على أساس أنه ما يصير تسحب إلها من خلال التنكات هاي في يوم الأيام ممكن ابنك يشربها في مكان آخر هذا اللي ناس لازم تستوعبها أنه أنت بتلوث المي هون لكن ممكن أنه بعد حين أنت أو ابنك اللي يشربها أما بالنسبة لحماية مصادر المياه من الاعتداءات الصحيح الأردن قامت في حملة إحكام السيطرة بدأت على علم فيها يعني هي جهوز مشتركة مع وزارة الداخلية مع الأمن العام مع الدرك وجميع الجهات المعنية والاعتداءات كم اعتداء الآن تم ضبطه وكميات كبيرة أكثر حوالي 30 مليون تم حفظها من أيدي المعتدين نعم يعني إن شاء الله إحنا نحطينا المشاهد بصورة شح المياه ونبدأ إحنا لازم نكون كمان يعني إحنا نساهم وساهمة كبيرة في حفظ المياه بشكل عام وعدم إسرافها أنا أبدأ أشكر المهندس علي صباح مرحبا بحضرتك وصباحك طيب